تعالوا أنا عايزة بس أعرض عليكم الإنفو جراف ده علشان تبدأ تشوف وتعرف ودي حاجة مهمة جدا وتشوف حقائق وأرقام ونسب ده حقك بالمناسبة يا كمواطن إنك تبقى فاهم موازنة الجمهورية الجديدة بتعمل إيه في دعم الحماية الاجتماعية طيب موازنة الجمهورية الجديدة إزاي بتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات ماشي؟ تعالوا كده نشوف إليه الإنفاقات يعني انت خدت بالك خلا وتاخد بالك الدستور في مجموعة من المواد المتعلقة بشكل وبنسب الإنفاق وبزيادتها وما إلى ذلك حياة المواطن الاستثمارات التنموية إلاخ 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 تعالوا بص كده نشوف مع بقى بس هي المسألة عايزة إيه؟ آه نصغرها بس سنة العنوان زي ما حضراتكم شايفين موازنة الجمهورية الجديدة دعم نظم هنصغر سنة كمان دعم نظم الحماية الاجتماعية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية للخدمات الموازنة هنا هي الأعلى إنفاقا على كل من تحسين جودة خد بالك من كلمة جودة حياة المواطن والاستثمار التنموي الفرق كبير جدا يا جماعة ما بين كلمة النمو والتنمية فمرحلة من المراحل في هذا الوطن العظيم العزيز كان بيحصل نمو اقتصادي مقدرش أقول لك لا هبقى كذاب ومش منصف ومش عادل بس كان دايما السؤال هل النمو اللي اتحقق ده يعني وصلنا في مراحل إنه النمو كان سبعة واربعة من عشرة ودي نسبة عالية كويس ما يش قليل على الإطلاق كان ممكن نحقق أكتر من كده بس مش دي قصة نسبة عالية السؤال بقى هل انعكست على المواطن؟ لا ما انعكستش طبعا ما انعكستش طيب كويس خالص ولما هي منعكستش ده معنى إيه؟ إنه ما حصلش تنمية المواطن مش شايف حاجة مش حاسس بحاجة بيصحى زي ما بينام اللي بنصبح فيه بنباد فيه هو هو طيب كان النمو ده في الأخ خالص بيؤدي إلي إيه؟ أو بالأصحة بيصب في مصلحة مين؟ بيصب في مصلحة مجموعة منهم طغمة بائسة من الفاسدين ومنهم ناس ما قدرش أوصفهم بالفساد بس في النهاية كان بيصب هذا النمو فيه مصلحتهم المباشرة جدا ألا وهو تضخم الثروة طيب فلتضخم الثروة أهلا وسهلا بس لازم يبقى فيه تنمية لازم يبقى المواطن حاسس طيب تعال نشوف هنا إيه اللي حصل عندنا في ملامح موازنة العام المالي 22-23 الإرادات والمصروفات العامة بص يا سيدي في 21-22 31-18 تريليون جنيه تريليون والتريليون هو ألف مليار والمليار هو ألف مليون عشان تبقى حضرتك عارف ده 21-22 زدنا قد إيه بقينا واحد ونص تريليون إرادات ومصروفات عامة طيب نسبة الزيادة في إجمال الإرادات العامة إجمال الإرادات الزيادة قد إيه 15-4 من 10 يعني حصل زيادة وهو لما بيحصل زيادة في الإرادة ده معنى إيه معنى أنه فيه نمو طيب تعال نشوف إجمال المصروفات كانت المصروفات العامة 1-8 من 10 تريليون في الموازنة بتاعت 21-22 نيجي على 22-23 ده بيان مقدر بقت 2-1 من 10 فهنا نسبة الزيادة 16.7% طيب تعال نروح للإستهدفات أو المستهدف مستهدف المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي 22-23 ده اللي هو هيبدأ تقريبا بعد تقريبا شهر ونص هو الأقل كمان تعال كده نشوف طيب معدل النمو الاقتصادي أنا في 21-22 كنت 5-7 من 10% طيب أنا هقل في 22-23 هقل ليه علشان أنا وحش أنا الدولة وحشة لا ما هو لو أنا مش شايف إن في حاجة اسمها حرب روسيا وأوكرانيا لو أنا مش شايف على الأقل حتى يا أخي ده لسه في العنوان اللي كان بيتكلم فيه أو اللي بتكلم فيه قميمة ونوعة أنت شايف 20 دولة تتعهد مش عارف تأمين أوكرانيا واشنطن مش عارف بتقول احنا مش هنوقف الدعم بتاع تسليح أوكرانيا يعني العالم كله مستنفر العالم أوروبا الغربية بأمريكا الشماء كله مستنفر الكل يعاني معدلات التضخم اللي خبطت كل أسقف التوقعات اللي كانت مش متخيلة حد يتخيل حد يتخيل إنه التضخم في انجلترا 9 من 10 ورئيس الوزراء نفسه بوريس جونسون يقولك هو هيوصل 10% حد كان يتخيل ده طيب فهنا لما يبقى معدل النمو الاقتصادي 5 و 7 من 10 فاللاقي إنه في 22 23 هيبقى 5 ونص في المية في حين إنه في دول دول حوالينا مش هقولك بعيد حوالينا كويس وعندها بنية صناعية أكبر من اللي عندنا أو كانت أكبر من اللي عندنا وكان عندها معدلات نمو أعلى من اللي كانت عندنا معدلات ضخم فيها وصلت لـ 70% يا رجل وبالرغم من ذلك إنه دول تعلن إفلاسها ودول تقولك خلاص إحنا مش نقدر نوفي احتياجات الموطنين ودول تيجي تقولك إحنا مش نقدر نمد مظلات الحماية الاجتماعية أكتر من كده إنت في مصر بتتعهد بالمزيد من مد مظلات الحماية الاجتماعية وكمان تحافظ على معدلات نمو بإذن الله لنت قل عن 5 و 5 من 10 عايز أقولك لو بقت 5 من 10 5% بس مفيش عندي أزمة ده لو 4.5% ما عنديش أزمة بتحقق نمو في أسوأ كرثة اقتصادية جات على العالم طيب تعالي نشوف الفائض الأولي يعني نسبته من الناتج المحلي الإجمالي فائض أولي خد بالك فائض طيب في 21-22 عندنا النسبة 1.2% هتزيد في 22-23 هتبقى 1.5% يعني الفائض الأولي يزيد طيب هل ده معناه أن العجز يقلق طبعا بص بقى هنا كان 6 أو في العام المالي اللي بيخلص ده 6 و 2 من 10 هينزت ايه؟ هتقولي نازل 0.1% لك بس نازل عارف أنت الناس اللي هي مش عجبها العجب والله العظيم طيب دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 85% هينزل في 22-23-84% بالمناسبة لو ما كانش في حرب كان هيبقى 1-80% مش بتاعتنا احنا الحمد لله لا حاربنا حد ولا عدينا حد ولا احنا عندنا حربنا على الإرهاب والسلام عليكم احنا ما عملناش حاجة وحشة في الاقتصاد ما تقاعصناش مش قعدنا بنتفرج وما اشتغلناش احنا اشتغلنا بدليل ان انا بحقق نمو بدليل ان انا بقلل العجز بدليل انه حتى في ظل أزمة مالية وحرب كبرى بتعصف باقتصاديات العالم فانا باعمل بقلل النسبة بتاعة النسبة بتاعة الدين الأجهزة او أجهزة الموازنة العامة من 85 لأربعة وتمانين طب متوسط عمر محفظ الدين أجهزة الموازنة ثلاثة ونص سنة هيبقى ثلاثة وستة من عشرة زيادة طفيفة جدا تعالى نروح للبعض هم كلهم ست صفحات كده هنخدهم في السريع ان شاء الله اتمنى بس ان انا اشرحهم لحضراتكم كويس صفحة اتنين او اللوحة التانية احنا لسه بنتكلم في ان الموازنة هي الاعلى انفاقا على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمار التنموي اللي بينعاكس تاني على سيادتك ازاي بنستوفي نسب الاستحقاق الدستوري للصحة كما نص عليها الدستور التعليم قبل الجامعي كما نص عليها الدستور التعليم العالي اللي وهو التعليم الجامعي البحث العلمي اللي هو ما بعد بقى الجامعة الماجستر والدكتورة والأبحاث المختلفة في موازنة 22-23 الصحة كانت في 21-75 او يعني 21-22 يعني 22-75 و 6 من 10 بقينا 310 او ان شاء الله هنبقى 310 طب نسبة زيادة مخصصات الصحة انا بحقق زيادات اهو في المخصص يعني عمال بضخ تبقى قد ايه 12 ونص في المية الادوية تحديدا نسبة الزيادة فيها 6 و 6 من 10 في المية لان انا كنت بصرف 13 و 7 من 10 مليار جنيه بقوا 14 مليار و 6 من 10 جنيه بنسبة زيادة 6 و 6 من 10 طيب دعم برامج التأمين الصحي وانا هقولها لك اللي قلتقولك تقريبا 3-4 مرات قبل كده على فترات قد تكون متبعدة او متنسرة زمان اوباما كان عشان ينجح في الانتخابات براك اوباما فقدم في برنامجه الانتخابي انه هيعمل تأمين صحي تحت مسمى اوباما كير تعداد الولايات المتحدة الامريكية تقريبا 300 مليون مواطن تخيل اوباما كير كان بيستهدف بقى انه هيضم للتأمين الصحي كام كده قل انت يعني امريكا اكبر اقتصاد في العالم العملة الاولى على المستوى الدولي في التدول الاقتصادي امريكا رئيس مجلس ادارة العالم قالك ان شاء الله هندخل 50 مليون مواطن من 300 مليون مواطن السودس يعني يا لحدة بنتكلم في ايه 16% حاجة زي كده طيب انت هنا بتشتغل على برنامج تأمين صحي علشان يشمل 110 مليون مواطن الردع والاطفال والمراهقين والشباب والرجال والكهول والشيوخ الى اخره طيب انا في 21-22 كنت بصرف 21 من 10 مليار جنيه في 22-23 ان شاء الله هصرف 21 من 10 مليار طيب انا كده بزود في التأمين الصحي قد ايه 50% تعال نشوف التعليم التعليم قبل الجامعة لحد نهاية المراحل السنوية كنت بصرف 256 مليار مستهدف 317 مليار في العام المالي اللي جاي طيب نسبة الزيادة 23.8 من 10 زيادة يعني مفيش حاجة سبتة ولا في حاجة قلت كل ده وانا في ازمة اقتصادية عالمية تاني ماشي طيب التعليم العالي كان 132 مليار هيبقى 159.2 من 10 نسبة زيادته قد ايه تقريبا الخمس 20.5% طيب زيادة مخصصات البحثة كل دي منصوصة لها في الدستور ان احنا لازم نزود تعال نشوف 23.7 من 10 نسبة الزيادة من 64 ل 79.3 من 10 عمال هاتلي هنا زيادة او هاتلي هنا بالتحديد حاجة سبتة في معدل انفاق هاتلي هنا لقدر الله حاجة قلت في معدل الانفاق العكس صحيح الكل زيادة الكل زيادة تعال نشوف اللي بعده حزمة من الاجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الدعم للتعامل مع تداعيات الازمة العالمية انا اتذكر جدا الاخوان واشباههم وبعض الناس اللي انا بستغرب بتتبنى كلامهم ايه الحق السيسي هيلغي الدعم هيتخلى عن المواطن طيب هي حصلت امتى من 2014 لحد هزيل لحظة مش هعب اكلمك على البرامج المختلفة جواوزات التضامن الاجتماعي اذا تكافل وكرامة اللي عمال بيزيد بالمناسبة بيزيد مش بس في المبلغ اللي بيصرف للأسرة لا احنا بيزيد كمان في عدد الأسر اللي بتضم لهذا البرنامج وغيره دي اسمها برامج الحماية الاجتماعية تعالى نشوف كده نسبة الزيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية النسبة مش بس الرقم 14.3 من عشرة في المية كنا 311.5 مليار ان شاء الله 356 مليار جنيه لو بتسألني اقولك اتمنى ان انا شوف يوم من الايام فيش حاجة اسمها دعم خالص اللي تقولي ازاي يوسف انت مفتري انت ظالم انت ايه اقولك لا ده انا نفسي ما يبقاش في دعم عشان ما يبقاش في مواطن اصلا محتاج الدعم ده حلم حياتي من وانا قد كده بجد والله العظيمة هزهار وانا قد بالشفت ليه عشان نفسي ما نشوفش فقر في مصر اما الحياة اهلي وده حرفيا اما الحياة اهلي يعني انا وابويا وامي واخواتي نفسنا ما نشوفش فقر في البلد اما الحياتنا فلما تيجي تقول انه انا طول الوقت قاعد عمال ايدي بايد المواطن ايدي في ايده انا حاسس بمعاناته فمد مظلة الحماية الاجتماعية فبدال 311.5 هخليها 356 مليار فتبقى نسبة الزيادة 14.3 تعال نشوف مخصصات مالية لدعم السلع التموينية وارغيف الخبز هيلغي بطاعة التموين هيلغي العش المدعم 90 مليار جنيه بتاعها دي بالنسبة لي مزعجة لازم إيلون موسك يختر علينا حاجة ما نحتاجش بيها البتاعها دي مهم 90 مليار جنيه تعال نشوف مخصصات تموين برنامج تكافل وكرامة لسه كنت بقول لحضرتك عليه لتقديم الدعم النقدي الشهري اللي كان بقى 4 مليون أسرة هتتضمن اللي 4 مليون أسرة دور 450 ألف أسرة جديدة في البرنامج لو أنا قلت المتوسط العادي للأسرة المصرية قد إيه 4 صح أب أم عايلي متوسط عادي يعني مش الزيادة طب ممكن تضرب 4 في 4 يعني 16 مليون وطن مشمولين تقريبا مشمولين فيه برنامج تكافل وكرامة بكام ب22 مليار جنيه دول ما لهمش علاقة بال90 مليار اللي فوق بتوع السلعة التامونية والخبز ده حاجة ودي حاجة طيب 2 مليار جنيه تكلفة دعم الأدوية وقلبان الأطفال 6 مليار جنيه علشان نستمر في دعم تنشيط الصادرات المصرية وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين أنا بحاول أخفف عن المنتج المصنع المصدر ده قدر الإمكان علشان خاطر يقدر ينتج ويصدر وأقل للأعباء اللي عليه فيزود من حجم إنتاجه يزود من حجم صادراته يدخل لعائدات وإرادات أكتر برنامج توصيل الغاز للمنازل واللي بيستهدف توصيل الغاز لمية آسف لـ 1 و 2 مليون أسر يعني 1.2 مليون أسر تكلفته قد إيه 3.5 مليار طيب الدعم النقدي ودعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي بيستهدف دعم كم بني آدم 120 ألف وحدة سكنية مدعومة الدعم النقدي ده تكلفته قد إيه والدعم النقدي ودعم المرافق كم 7.8 مليار دي مظلة حماية اجتماعية بتروح لمين بتروح لأهلين بس أهلين اللي يستحقوا الدعم قديمه بقى كان إيه كله على كله ولما تبقى تشوفه بقى قوله مش ده المهم ياخدها الغني ياخدها اللي مش محتاج مش مش كلا مش الحكاية مظبوطة وبنقسم مع بعض جينا مهم لبعده الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات للتعامل مع تداعيات الأزمة ادخلتوا بالكو فاكرين لما قلنا إنه الزيادات بتاعة الرواتب والمعاشات خد بالك اللي المفترض إنها تبقى في العام المالي الجديد قدمناها بدل ما نستنى لشهر سبعة فخلناها إبريل يعني فيه تلت شهور الموازنة الدولة اتحملتهم بدل ما تستنى للعام المالي الجديد قالت لك لأ هبدأ من بادري تلت تشهر يعني زيادة في المبلغ طيب اتناشر في المية نسبة زيادة الأجور وتعويضات العاملية كنا تلتمية سبعة وخمسين واحد من عشر مليار بقينا ربعمية مليار جنيه في العام المالي الجديد إن شاء الله فيه أكتر من تلاتة وستة من عشر مليار هما تكلف التعيين تلاتين ألف مدرس مساعد وتلاتين ألف طبيب وصيدلي تيجي تقول الأطباء يوسف وبياخدوا بعضهم وبيسافروا صح ولو حاوزني أقولك شوية أرقام ممكن أقولك أرقام الدنيا والآخرة وكل موجود بالمناسبة لو أنت عاوز تعرف بسألة سهلة مش حتاجة منك أكتر مجهود دقتين تلاتة يعني كده وانت قاعد على الانترنت بدل ما تخش على الفيسبوك خش على حاجات اللي تفيدك مهم مش هنظر عليك يعني طيب هوحنا كلنا مش نفسنا أن أطبقنا يبقوا موجودين عندنا آه طيب عشان يفيدون موجودين عندنا مش لازم يقبضوا كويس طبعا قطاع الصحي كله طيب هل احنا مش عايزين نقبض إحنا الدولة كلنا معنا وانت بالمناسبة شركة في هذه الدولة عشان بس يبقى تبقى فاهم كويس أكيد عايزين بس احنا بنحاول لكن هل الأمور هتتغير ما بين عاشية وضحاها استحالة اللي حصل عندنا ثلاثة وستة من عشرة مليار عشان أعرف عين ثلاثين ألف مدرس مساعد وثلاثين ألف طبيب وصيدلي يبقى أنا بتحرك في الإطار ده بتحرك في الاتجاه ده تعال نشوف في خمستاشر في المية من الأجر الأساسي علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الحد الأدنى خد بالك ميت جنيه ده بعد زيادتها من تلتاشر في المية يعني تلتاشر بقت خمستاشر فأول إبريل اللي كنت نسا بقولهولك تطبيق زيادة المرتبات بدل أول يوليو التكلفة كانت قد إيه تمانية مليار تمانية في المية من الأجر الوظيفي بحد أدنى ميت جنيه شهريا ودي العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد زيادتها من سبعة في المية فرفعناها تمانية في المية هتقول لي بس كده أقول لك والله العظيم عارف هو لو هنقدر لو مفيش أزمة اقتصادية لو مفيش كورونا كان قبلها يا جماعة إحنا مشين كنا زي الفل هوب جات الكورونا خبطة يا دوب بنرفع عراسنا إيه الحق الحرب طيب مية وتسعين مليار وستة من عشر يا مية وتسعين مليار وستمية مليون جنيه تم تخصصهم للهيئة القومية إيه التأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعشد بنسبة تلتاشر في المية حدها الأدنى مية وعشرين جنيه من أول إبريل لو حضراتكم تتذكروا بدلا من أول يوليو 18 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة الحافظ الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من أول إبريل بدلا من يوليو برضو 18 مليار اللي بعده طيب عايزين نزود الاستثمارات عشان نعرف نتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية عايزين؟ طيب هنعمل إيه؟ تعال نشوف في 21-22 كانت الاستثمارات الحكومية لتحسين الخدمات اللي بتقدم للمواطن وعشان أعرف أخلق فرص عمل كانت 343 مليار وربعمية مليون قلنا لازم نزود فزادوا بقوا 376 مليار وربعمية مليون الزيادة نسبتها التسعة وستة من عشرة علشان أعرف حسلك الخدمات اللي بتقدم للمواطن ده على سبيل المصال للحصر وعخلق فرص عمل قدر الإمكان طيب تعال نشوف البنود بتاعة هيكل الاستثمار أو أبرزها تحديدا بص البنود وده برضو في إطار إنك تبقى شايف كل حاجة بالبندي يعني من أبرزها الشؤون الاقتصادية تقريبا 75 مليار الإسكان والمرافق المجتمعية تقريبا 65 مليار لأن أنا يعني عملت بس عملية تقريبية بحتة متعلقة ب2 من 10% قطاع التعليم هشلك لـ 12 من 10 تبقى 45 مليار قطاع الصحة 34 مليار الشباب والثقافة والشؤون الدينية 7 ونص مليار في 3 و 8 من 10 مليار جنيه بتوعقي في الضريبة العقرية بالقانون لازم تسدد ما فيش حاجة اسمها إعفى طيب أنا عاوز أشجع الصناعة فأعمل إيه ما أقدرش أقع في قطاع الصناعي من الضريبة العقرية ما أقدرش بالقانون ما أقدرش دخل بقى الدولة ما أقدرش ليه؟ عشان دي دولة قانون مش دولة هزار ما أقدرش يقوم إيه اللي يجرى إن الحكومة هي اللي تدفع الضريبة العقرية عن القطاع الصناعي لازم تتسدد طيب قطاع الصناعي أنا عايز أشجعه فعاوز أقل الأعباء اللي عليه طيب أنا هشيل من عليك الضريبة العقرية ينفع؟ لا ما ينفعش يبقى لازم حد يسددها مين اللي يسددها؟ الدولة 3 و 8 من 10 مليار جنيه لمدة 3 سنين عشان تعرف تدعم الصناعة وتشجع الانتاج تعديل المعاملة الضريبية لسنديق الاستثمار علشان نعرف نشجع الاستثمار المؤسسي الـ investment funds للناس يعني اللي شوية متخصصة أو اللي فهم القصة الأعباء المالية اللي نتج عن خفض سعر الكهرباء للنشاط الصناعي خفض سعر الكهرباء للمستثمر القصة هنا مش إنه مستثمر قصة هنا إنه ده راجل بيصنع بينتج يعني بيشغل ناس فأنا عايزه يستمر في تشغيل الناس وعايزه يشغل ناس أكتر وعايزه ينتج أكتر فروح مخفض له شوية في الكهرباء طيب وبعدين يعني ده معناها إن أنا مش هحسبه لأهو لازم حد يدفع ضد ريبة العقرية مين اللي هيدفع بردو الدولة فتدفع 5 مليار جنيه سنويا يعني الفلوس اللي كانت هتخش هي هتخش بس بشلها من على المصنع ده وأنا الدولة اللي أشيل ماشي أبرز الإجراءات اللي اتخذتها الدولة في إطار الأزمة لتشجيع الاستثمار زي ما كنا بنقول إعفاء سنديق الاستثمار والأوعية المستثمرة المستثمرة في البورصة من الضريبة ده واحد 50% من الاستثمارات الحكومية وجهت لمشروع أو توجه كمان يعني موجهت وهي استمر التوجيه لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الإنبعاثات جديد بالذكرة أن حضرتك أنت مصر دولتك وطنك العظيم هيستضيف قمة المناخ بإذن الله في نوفمبر القادم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر يعني الحد نهاية عام 2022 اللوحة الأخيرة حلوة كلمة اللوحة دي نجبتها من إيه الموازنة هي الأعلى إنفاق زي ما كنت بقولك تاني على كل من تحسين جودة حياة المواطن زي ما حتك سمعت من شوية والاستثمارات التنموية طيب الناس بتاعت بلاد برة شايفة إيه يعني طيب يا عام يوسف احنا خدنا بالنا إن الخمس لوحات اللي فاتوا دول على رأيك في كلمة لوحة مكتوب بتاعت كده المصدر وزارة المالية وزارة المالية وزارة المالية لا يا عام أنا عايز أعرف الناس بتاعت بلاد برة بتقول إيه حاضر صندوق النقد الدولي بيقول نرحب الإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف لإيه للإنفاق على الحماية الاجتماعية واحد زيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية تشكيل حاجز مالي قوي ده كلام الصندوق خلال حالة الاضطراب وعدم اليقين العالمية الحالية عدم يقين لدى كل دول العالم مفيش يقين من شيء مؤسسة فتش الشهيرة بتقول من المتوقعة أن تستمر مصر في خفض العجز الكلي هم شايفين أن احنا إن شاء الله قادرين على خفض العجز الكلي في الموازنة خلال السنوات المقبلة مع تقلص تكاليف خدمة الدين شونا سيبتتكلم على الدين عندي دين آه عندي دين الدقيق 85% عموسو تشكيل تقول هيبقى واحد 80% هيبقى والله هيلولى الحرب يعني مش في إيه دي أنا أعمل إيه مش في إيه ديوس في إيه الدولة كلها على بعضها الدولة دي تاني مين هي أنا وإنت وغيرنا ما هو أنا وإنت شركة شركة كذا مش واحدة بنشتغل ولا احنا نتفرج على بعض وخلاص يبقى بيحصل ده تبقى اللي فيتش بيحصل تقليص لتكاليف خدمة الدين وضبط السياسات الإنفاق تعال نشوف البنك الدولي بيقول إيه مصر عملت مجموعة من الإجراءات أو عدة إجراءات نصا كده نقدية ومالية استجابتا للمستجدات العالمية اللي بيحصل ده وأعلنت تطبيق حزم مالية في موازنة 20-23 اللي كنا بنتكلم عنها للتخفيف من تأثيرات الأزمة من خلال رفع الأجور والمعاشات ستاندرد أنبورز بتقول نرى آفاق نمو ومحطتش نقطة قوية نسبيا على المدى المتوسط لمصر مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية كما ندرك بأن موازنة مصر 22-23 ستلتزم بتحقيق فائد أولي طموح يصل إلى 1.6% معانية العودة لتحقيق نسبة 2% في الفائد يعني بمجرد تلاشي أثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الإيكانميست اللي دايما نقولك دي أكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول إيه؟ تهدف مصر من خلال موازنتها الجديدة لـ 20-23 زيادة الإنفاق التحفيزي بالإضافة لاستمرار تحقيق فائد أولي في الموازنة الكل بيتكلم عن الفائد الأولي وزيادته طيب المنصق المقيم للأمم المتحدة إلينا بانوفا بتقول الآتي أدخلت مصر بصورة عاجلة سلسلة من الإجراءات الطارقة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية بما في ذلك تخصيص حزم مالية إضافية في ميزانياتها الوطنية لتغطية 450 ألف أسرة جديدة في إطار برامج شبكة الأمان الاجتماعي طبعا هنا المقصود إيه؟ تكافل وكرمة طيب هنا إحنا بنعرض 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 الإنفو جراف ده اللي صدر من المركز الإعلامي المجلس الوزراء مشكورا على الإنفو جراف الرائع طب ما تيجي ناخد كمان رأي خبير اقتصادي كبير زي دكتور مصطفى بدرة أهلا بيك يا دكتور مصطفى انت خير يا سيد يوسف زي حضرتك كله تمام الحمدل ربنا يخليك يا رب دايما يا رب دكتور مصطفى رؤيتك إيه للي احنا كنا لسه بنتكلم فيه وتحديدا الحزمة الإجراءات فيه موازنة عشرين تلاتة وعشرين شوف يا فندم أنا مش أكرر الكلام اللي حضرتك ذكرته الكلام كله جميل وارقام كديرة بس خلينا نقول لجمهورنا الناس العاديا اللي بتشوفنا اللي مش متخصصين في الاقتصاد أرجوك ودول دايما اللي أنا باستهدفهم طبعا لأن كل الاقتصاديين ده ليه وجهة نظر تحترم وده ليه وجهة نظر لكن عايزة أقولك بقى الكلام اللي هو يوصل لقلوب وعقول الناس حلو أولا الموازنة دي يا فندم بالضبط كده استثمارية توسعية يعني ايه مش انتماشية يعني في ظل الظروف اللي في العالم دي فيها زي ما حضرتك تفضلت احنا خرجنا من جائحة كورونا ثم سلاسل الانباتية تأثير ثم طبعا الحرب الروسية الاوكرانية الامريكية اللي انت بتشوفها على الصحة دلوقتي رغم كده مصر يا فندم بمجهودها والعمل اللي فيها ما عملتش موازنة انتماشية يعني ما قللتش الفلوس اللي بتصرفها داخل الدولة حلو عملت ايه عملت موازنة استثمارية توسعية يعني ايه الكلام ده بمنتعة البساطة يعني كان بيجي لها ارادات يا فندم تقريبا السنة ان شاء الله اللي هتينتهي في 30 ستة ده احنا بنتكلم بقى السنة بتاعت الدولة اللي هي 21-22 ايه كانت عندها ارادات بتجيبها 1.3 من 10 تريليون الدولة في الموازنة الجديدة ان شاء الله اللي هتبتدي 1.7 الجايدة هتخليهم واحد ونص صح يعني فيه زيادة 15 تلمية جميل واحد ونص تريليون جنيه طب قالت لك والمصروفات قالت لك لا مش هنكمش يعني الحماية المجتمعية هتفضل زمهية التوسع في الاستثمارات هتفضل زمهية الاستحقاقات الدستورية اللي الدستور ألزم بها الدولة زي الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلم يا فندم دول التزام على الحكومة هتنفزه مصبوط طب اجمال المصروفات قد ايه الدولة هتصرف قد ايه هتصرف تقريبا يا فندم في العام الجديد ده 2 تريليون واحد من عشر يعني بالزيادة قد ايه بالزيادة 17% يبقى دي يا فندم اسمها موازنة توسعية الدولة بتحافظ ان يفضل فيه معدل نمو فيه تنمية فيه مشروعات علشان الناس تشتغل علشان يبقى فيه زيادة في دخل الاسر وابتدي كمان ان احنا النهاردة نلحق بقى بتعيني المدرسين نزود في المستشفيات والصحة ازاي نحسن قدرتنا في التعليم علشان البلد ما توقفش يا اساس يوسف علشان البلد تفضل شغالة وتنتج ده مجهود وشغل بتقوم به الدولة حضرتك مشكورا لسه بتقول دلوقتي فيه عندنا الحوار للجمهورية الجديدة ان شاء الله ارجو من حضرتك امرين واحد ده يبقى في الاطار الدستوري يعني اذا كن حضرتك طبعا وحضرتك اكيد هتبقى ممثل المصريين في هذا الحوار يبقى فيه اطار للحوار ده في اطار الدستور عشان ما نتخركش عنه الامر التاني فاندم الاطار الاقتصادي يعني ايه الاطار الاقتصادي يعني لو ناسي النهاردة هتتكلم ما يبقاش حد ييجي يقولك خلي بالك انا عايز اخرج من المشروعات دي اوقف المشروعات دي لان تدعيات هذه الامور يا فاندم فيها على طول زيادة في البطالة طبعا فيها على طول ايقاف لمعدلات النمو صح فيها على طول ايقاف للمشروعات اللي الدولة يا فاندم بتوجاهد علشان تجذب استثمارات تقدر تجيبها من الخارج في ظل التدعيات اللي حضرتك بتشوفها من العام طبعا ده النسق العام للموازنة فاندم بقول التوصية اللي نحن بنتكلم بها فضل فاندم طيب دكتور مصطفى اذا ترى انه هذه المؤشرات من خلال هذه الموازنة ايجابا ام سلبا حكيمة ام متسرعة او متهورة بتشوفها ازاي تكلم بل حضرتك الموازنة دي ايجابية وبتبني على ما هو سابق يعني الموازنة اللي هي السابقة ثم السابقة اللي قابله علشان كده الدولة بتحافظ على ما بني عارف الاساس بتحافظ على الاساس والاعمدة الخرصانية للأوجه الاستثمارية اللي وضعتها جميل وبتبني عليها زيادة ودي موازنة تقديرية لسه يعني ايه تقديرية يعني ممكن الارضات دي تزيد وارد طبعا يمكن يا رب طبعا يقبل مننا والحروف في العالم تنتهي وتبتدي تحسن الامور الاقتصادية فالارضات تزيد او ان النهاردة يجينا عندنا استثمارات بدل ما احنا بنستهدف مثلا يا فندم احنا بنستهدف استثمارات داخلية 377 مليار انا بقرب الرقم بالزيادة 10% عن السنة اللي فات يمكن يا فندم نعرف نجيب استثمارات دايما دولة رئيس الوزراء وعد هنبيع عشر شركات وحنتزود الاستثمارات في الوثيقة الملكية فيبقى عندنا الاستثمارات دي زيادة النهاردة من 377 توصل ل500 كل دا خيب للبلد هل النهاردة بنتكلم على الموازنة دي اه طبعا تفاؤلية يريد نعرف نحقق هذه الارقام بأذية لان دا فندم بسمها موازنة تقديرية يعني احنا مقدرين ان احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا دا بنسميها في الفترة الزمنية الاطار يعني بتاع الخطة الاقتصادية ايوه مظبوط وحضرتك هتشوف في الموازنة دي النهاردة ان فيه نقطة في غاية الاهمية وهي رغم التدعيات الاقتصادية والازمة العالمية ومشاركة لكن الالتزاب بالحماية الاجتماعية ايوه والدعم للأسر بيزيد ما بيقلش صح واخد دا الحداد بيزيد ما بيقلش رغم نحنا زودنا في واحد اربعة لكن الدولة قالت لا لست كمان عندنا في الموازنة الجديدة وعن ننتهج نفس الناس مظبوط 100% مظبوط 100% نقطة اخيرة زي الحديد والاسمانت والحاجات دي بتدت انخفض كوية مظبوط طب انخفض طبعا واجيب من اثاره من الخارج انه طبعا فيه حاجة اسمها خامل بلد اه طبعا للحديد اتدى يقل في العالم فبتدت الاسعار هنا دا عبارة عن المرونة في الاوضاع الاقتصادية طبعا فيه مجهود بيشتغلوه المستثمرين ورجال الاعمال والحكومة والاجهزة التنفيذية انا بقول بقى حققت الاسعار تبقى دي كلها العكاة على الوحدات السكانية وطبعا الاستثمرات في هذه الامور فان شاء الله البوادر ان شاء الله طيب باذن الله باذن الله باذن الله انا بشكرك جدا دكتور مصطفى كل الشكر لخبرنا الاقتصاد الكبير دكتور مصطفى بادرة